تحتفل دول العالم في السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي بينما يشهد هذا القطاع انهياراً تاماً في اليمن رغم المقاومات السياحية الكبيرة التي يمتلكها البلد فمنذ بداية الحرب أغلقت معظم الشركات السياحية أبوابها وانضم الآلاف من المرشدين السياحيين والعاملين في القطاع إلى رصيف البطالة وما بقي من الوكالات السياحية بات يواجه صعوبات بالغة في تأمين الاستمرارية والضرر يطال كل القطاعات المرتبطة كالفنادق والمطاعم والنقل ومجموعة من الحرف والمهن ما خلف آثاراً صادمة على اقتصاد الناس كانت السياحة تحبو مع معوقات وبحسب بيانات رسمية فعائدات البلد سنوياً من السياحة الخارجية قبل الحرب وصلت لنحو مليار دولار ومع الحرب توقفت عجلة السياحة الخارجية وحرمت البلاد أحد موارد العملات الصعبة وكان البلد وجهة سياحية للأجانب الذين يبحثون عن المناظر الخلابة والمعالم الأثرية وقائمة المواقع السياحية تطول ابتداء من محمية حوف في المهرة مروراً بعرش بلقيس في مأرب وجبل صبر في تعز وليس انتهاءاً بدار الحجر في صنعاه لكن الوفود السياحية اليوم تنحصر في سقطرة والإمارات هي المستفيدة بحكم سيطرتها على الأرخبيل وارتفاع تكاليف المواصلات إضافة إلى خلق الحوثيين بيئة طاردة للمشارع السياحية وهو ما أدى إلى خسائر كبيرة في قطاع السياحة الذي يعد من أهم الروافد الاقتصادية للدول وأسهم الصراع في نمو مشكلة خطيرة لتمثل في عمليات منظمة لنهب وتهريب القطع الأثرية ويأتي يوم السياحة العالمي ليذكر اليمنين بمدى الضرر الذي لحق هذا القطاع وأهمية إحلال السلام لتنشيط الحركة السياحية وإنعاش سوق العمل والاقتصاد